بدأ فريق عمل مكوم من وزارة العمل ولجنة الضيافة بغرفة جدة بزيارة 7000 مطعم لتحديد إمكانية عمل النساء اللي يعملون في قطاع المطائم كموظفات استقبال ومشرفات صالات وصانعات مشروبات إضافة إلى وظيفة شيف صانعة حلويات ومشرفات مطاعم حيث يتوقع أن يوفر القطاع نحو 20 ألف وظيفة للسيدات أكد رئيس لجنة الضيافة وعضو لجنة السياحة بغرفة جدة عاد المكي أن تم تشكيل فريق لتنفيذ زيارات لكل المطاعم في جدة لتحديد الاشتراكات اللازمة لعمل المرأة والمتضمن أن يكون المطعم كبير الحجم وأن يكون العمل في قسم الحوائل فقط وأن يتوفر فيه غرفة راحة خاصة بالموظفات وأبين مكي أن فريق العمل بدأ جولته وأنه سيتم إقرار المشروع في الفترة المقبلة كاشفاً أن وزارة العمل عقدت اجتماعاً مع لجنة لدراسة تحديد الشروط والآليات في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر في الحديث عن هذا الموضوع ينضم لي مباشرة عادل مكي رئيس لجنة الضيافة بغرفة جدة أهلاً أستاذ عادل أهلاً وسهلاً مرحباً بك حياك الله أهلاً سيدي الحديث عن زيارة سبع آلاف مطعم لتحديد إمكانية عمل النساء كم استمرت الفترة هذه عشان تشوفون البيئة هل هي مناسبة أو غير مناسبة؟ طبعاً كونا فريق عمل نحن لجنة الضيافة بغرفة جدة أهلاً ومع عدداً من السيدات من زارة العمل في منطقة مكة المكرمة أي وقت عساس أنه نحن ننزل في الميدان تقريباً استغرقت مننا منذ مدة ثلاث شهور تقريباً أهلاً طيب أنتوا قيلون أن هذا القطاع سيوفر نحو 20 ألف وظيفة للسيدات أنتوا دغدرتوا موضوع التوظيف ولكن ما تحدثت عن المرتبات يعني من إلى هل أنتوا درستوا موضوع المرتبات؟ طيب طبعاً نحن درسنا موضوع في كل جوانبها طبعاً بالنسبة عن المرتبات نحن جربنا في مسار الوظيفة التي قمت بها الغرفة التجارية حصرنا عدد الوظائف وحصرنا المهن الرواتب كانت تبدأ من خمسة ألاف ريال كراتب أساسي غير بدل المواصلات وغير بدل السكن آه يعني ممكن يوصل الراتب إلى أحدود السبعة آلاف ممكن؟ ممكن أي هذا أقل شيء أم أعلى شيء؟ وكان فيه إقبال كبير جداً لا هذا طبعاً تبدأ من خمسة ألاف ريال كراتب أساسي طيب وهل المطائم عندنا قادر أنها تدفع الرواتب هذه؟ طبعاً هناك فيه تصنيف من المطاعم المطعم فيه اللي يسمونها مطعم راقي وفيه أيضاً مطعم المأكولات السريعة ومطعم العصري ومطعم الشعبي أيها وفي كل التصنيفات من المطاعم هذه فيه مستويات فيه المستوى أبو خمسة نجوم أربع نجوم أبو نجم واحدة طبعاً إحنا بنتكلم على سبع ألاف مطعم اللي هي من ثلاث نجوم إلى أعلى اللي هي عددها تقريباً سبع ألاف مطعم في مدينة جدة هناك فيه لما نقلنا سبع ألاف عشرين ألف فرص وظيفية لأن شرط وزارة العمل حتى الآن لابد أن تكون على الأقل اللي توظف في المطبخ ثلاث سيدات ثلاث نساء لا تجوز أن تشتغل هي لحالها أو اثنين فلا يقل عن ثلاثة جميل تكلمت عن ساعات العمل يا أستاذ العمل علي إفراء عليك أن تتخيل حسب أنها تأمل يتفضل أقول تكلمت أنت عن ساعات العمل لأن المطاعم الآن أنت تبغى تشتغل من سبع الصباح لسبع المغرب صعبة لكن في ساعات عمل يجب أن تكونوا فيها مرونة بحيث أن العشرين ألف تتعبى بسرعة طبعا ساعات العمل حسب نظام العمل حتكون نحن تمانية ساعات وساعة هناك راحة أيضا جميل لما نقول من السابع الصباح إلى السابع المساء هذه ما هي فترة عمل واحدة هي فترتين أها كيف يعني مثلا من الساعة سبع الصباح من الساعة سبع مثلا توقف إلى الساعة ستة ومن الساعة ستة إلى الساعة تمانية وهكذا هتكون فترتين والله طويل يا عادل يعني ساعات طويلة جدا يعني أنت بتعطيها سبع آلاف بتاخذ السبع آلاف هذه مضبوط مصح يعني طويلة جدا ترى طبعا التوظيف المرأة في القطاع المطاعم هي لسه بادرة جديدة صحيح فلما نرى هناك خبرات وموهلات واحتراف من قبل السيدات طبعا ستكون الرواطب ستزيد العالة وأعلى والبدلات والمميزات التي يمكن استفيدوا منها هذه فقط نقطة بداية ستأقل أنها جيدة أنتو زرت وعادل سبع آلاف منشأة يعني والله بعض المطاعم ترى الرجال ما يقدرون نشغلون فيها فما بالك النساء يعني أنتو شفتوا البيئة في بيئة سيئة جدا في بعض المطاعم يعني صعبة جدا وقدرة خلينا نكون صادقين فيها والبلدية ما قاعدة تقفل عبث تقفل شيء مرة سيء طبعا نحن ذكرنا قلت لك سابقا أنه السبع آلاف هذه متعتبر من التصنيف الثلاثة النجوم هما أعلى المأقصد في التصنيف الثلاثة النجوم اللي يكون فيها مطبخ متوفي الشروط اللي هو المطبخ لا تقل مثلا على مية متر أو مية وخمسين متر فنتكلم على مطاعم اللي هي مساحتها كبيرة فالمطابخ الصغيرة مثلا المطاعم الشعبية اللي نحن بنشوفها في كل المكان في مدينتنا فهذا لا يطبق الشروط في توظيف النساء في المطابق طيب السبع آلاف هذه اللي هي من ثلاثة نجوم فما فوق البيئة أنت شفت أنه هي مناسبة من خلال أنتو يعني زياراتكم في الميدان ونزولكم للشارع شفتوا أن البيئة مناسبة لعمل المرأة السعودية يعني المرأة تأمن على نفسها تأمن على حتى حياتها أنها تقدر ترجع بيتها في وقت مبكر أخذتوا هذه كلها في الاعتبارات طبعا لما نتكلم في توظيف عمل المرأة نتكلم على الجانبين أول حاجة بالتوظيف عمل المرأة في خطاعها الخاص بشكل عام يعني المشكلة مثلا المواصلات والساعات الدوام الأوقات التي تداون فيها هذه تعاني فيها كل المنشآت طبعا خاصة صحيح طبعا للمطاعم نرى أن هناك مكان استراحة لهم ومكان خط إنتاج لهم مثلا في قسم مستقلة ما هي مختلطة مع الرجال تكون هي مستقلة مثلا في قسم بارد أو قسم حار أو مثلا تكون محضرة صانعة المشروبات الساخنة والباردة تكون هي مستقلة فالعدد سبع ألاف مطعم هذه كلها إن شاء الله مطبق الشروط طيب فقط نحن نكلم عن أن نوفر لهم البيئة كراحة ودورة المياه الله يكرمكم فأعتقد أنها تقدر توظف سيدها متى بيبدأ العمل هذا سيد عادل عشان يعني بيكون هذا الموضوع في حيز التنفيذ وموجود في المطاعم اللي في جدة متى ممكن يبدأ؟ حاليا الآن اللي بنشوفه في السوق المطاعم اللي بتشغله هي تقريبا شغالة والآن السيدات بتشتغلوا لكن والوزارة العمل ما تمنع المرأة أن تشتغل في أي مكان لكن في مطعم اللي لسه ما تعودوا عليها أن يشتغلوا فيها السيدات فنحن أول ما نتأكد أن المطاعم هذول اللي بيوظفوا السيدات أن مطبق الشروط حسب الضوابط الشرعية دينة الإسلامية فنحن أعتقد أن يقدر يوظفه حتى إذا كان من الآن هل مرحبين المطاعم بالخطوة اللي أنتوا قاعدين تشتغلون عليها أنتوا وزارة العمل؟ نعم نحن شفنا تتجارب من أصحاب المطاعم الناجحة أنه فعلا هناك فيه سيدات تشتغل وسيدة طالبين العمل يريد يشتغلوا في هذا القطاع من ناحية طالب العمل وصاحب العمل أعتقد هناك فيه إقبال كبير عليها أستاذ عاد المكي رئيس لجنة الضيافة بغرفة جدة مشكور وشكرا على ما تقومون به أتمنى أن تكون بس البيئة مناسبة جدا للسيدات أن يعملنا في المطاعم بكامل الراحة لهم بحيث أنه ما يضايقون داخل هذه المطاعم شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية أستاذ عاد المكي